اشتركوا في القناة وانتقروا لاستخدام الطارق للقاح سينوفاج المضاد لكورونا للأطفال من سن الثالثة الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جنانية شموكة الإقبارية يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة التفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الداري حول القاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي توقف ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كبر المنيب العلوي على النيل كما تابع سيرة الأعمال التي ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق واستعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية كما تفقد رئيس السيسي عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأصمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شنزو آبي التي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث بدأت المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية في إزالة الأنقاد وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة جاء ذلك بتوجيهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وتحييئة المجال لبدء عملية إعادة الأعمار في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام المصري بسرعة تحسين الأوضاع المعاشية لسكان القطاع اختتمت فعليات التدريب المصري الباكستاني المشترك حماة السماء واحد الذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني المرت الأولى بكمورية مصر العربية بالميدين المجهزة لقوات الدفاع الجوي تضمنت بمرحلة الختمية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلا على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الوليات المتحدة ملتزمة ببناء علاقتها مع الشعب الفلسطيني وضف عبر حسابه على تويتر أنه أجرى نقاشات مهمة مع قيادات أمريكية فلسطينية بشأن العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة مضيفا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية في الأمن والحرية والكرامة رفض البيت الأبيض التعليق على تقارير نشرت على سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرات غامضة وغير مأهولة وقال البيت الأبيض أن التقرير الحكومي الذي سيصدر قريبا حول هذا الأمر لم يكتمل بعد وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التقرير لم يتوصل إلى دليل على نشاط مصدره من خارج الأرض لكنه يعجز عن تقديم تفسير قاطع للحوادث التي تسميها الحكومة الظواهر الجوية غير البشرية أقرت الصين لاستخدام الطارق للقاح ساينوفاك المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة حتى السابع عشر من العام وأوضح رئيس شركة ساينوفاك بيوتاك الصينية أن موعد إتاحة اللقاحات للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم مؤكدا أن التجارب الإتلينيكية أظهرت أن اللقاح يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن سبعة عشر عاما أعلنت وزارة الصحة البرازلية عن تسجيل أكثر من ألف واربعمائة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من سبعة وثلاثين ألف إصابة وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من أربعمائة وسبعين ألف حالة بينما تجاوزت حصيلة الإصابات ستة عشر مليون حالة نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكسرانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة